عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام أمام المستثمرين وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق